اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاء تدويج حارس مرمى المنتخب الوطن المغربي بهذه الجائزة عقب الأذاء الكبير الذي بصم عليها في المباراة من خلال تصدياته الحاسمة مصدر هذا الخبر موقع هذا عاجل الرجاء البيضاوي سوف يخسر أقوى أربع لاعبين هذا الموسم بات فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم مهددا بخسارة خدمات أربع لاعبين أساسيين ستنتهي عقودهم مع ما تم الموسم الكروي الجاري الأمر الذي سيفرض على المكتب المسير الحالي ضرورة الإسراء في عقد اجتماعات مكتفة معهم لتجديد عقودهم قبل بداية المركات الشتوية الشهر المقبل وسيغادر الرجاء بنهاية الموسم الرياضي الحالي في حالة عدم تجديد عقودهم كل من الحارس أنزنيتي وزميلي في الفريق عبدالرحيم شاكير وسند الورفلي ثم إلياس الحداد علما أنه من الركائز الأساسية التي يعوي العيل عليها مذربهما جمس لامي لتحقيق رهانة تمييز والتألق في الفريق الأخضر وأصبح اللاعبون مطالبين بتحديد مستقبلهم مع النادي الأخضر خلال المرحلة المقبلة إذ ينتهي عقد التنائيب نهاية الموسم الجاري وبات يحق لهم التوقيع لأي نادي آخر ابتداء من الأسبوع الأول لشهر يناير المقبل ويعيش المكتب المسير للرجاء الرياضي ضغطا كبيرا في الوقت الحالي إذ يسعى إلى أن يوازن بين توفير السيول المالية لمواصلة تحقيق الفريق للنتائج الجيدة والإيجابية وضرورة تجديد عقد لاعب الأساسيين بالفريق وأداء مستحقتهم المالية العالقة منذ الموسم الماضي علما أن جائحة كورونا ألحقت أضرارا بليغة بمالية الفريق الأخضر نغاه خارج حسابات سلامي وجهود كبيرة لتمديد الركائز الرجاء بات اللاعب الكاميروني فابريسنغاه قريبا من مغادرة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم أكثر من أي اقتمضة بعدما أصبح خارج حسابات مدرب الفريق جاماس لامي الذي لم يعد يعتمد عليه رسميا في مباريات الفريق الأخضر وعلمت هاسبورت من مصادر مطلعة أن مدرب الرجاء أخبر إدارة الفريق بعدم اقتناعه بمستوانغاه الذي تراجع أعطاؤه بشكل ملحوظ الأمر الذي جعله يخسر رسميته ضمن الكتيب الخضراء قبل أن يصبح خارج حسابات المدرب ووفق المصادر نفسها فإن الرجاء لن يجدد عقد المدافع الكاميروني الذي سينتهي مع نهاية الموسم الكروي الحالي ما يتيح للاعب إمكانية التفاوض مع أندية أخرى خلال المركات الشتوي أو انتظار نهاية الموسم ومغادرة الرجاء بشكل مجاني من جانبه يتدارس المكتب المسير للنصور والطاقم التقني عقود عدد من لاعبيه البارزين التي ستنتهي مع نهاية الموسم على غرار المدافع لي بسند الورفلي وحارس المرمى آنز نيتي وعبد الراحيم شاكر من أجل إقناعهم بتمديد مقامهم مع الفريق الأخضر ويمر نادي الرجاء بأزمة مالية خانقة ستضطر رئيس النادي إلى بدل مجهود أكبر في إقناع عدد من اللاعبين بتجديد عقودهم سيما وأن هناك العديد من الفرق الوطنية والعربية التي ترغب في الاستفادة من خدماتهم بداية من الموسم الكروي المقبل يشار إلى أن الفريق الأخضر قد ضمن من حمالية مهمة بعد وصوله إلى نهاية كأس محمد السادس للأندي الأبطال ويسعى أبناء جمس لمي للتتويج بهذا اللقب العربي الأمر الذي سينعيش خزينة النادي ويساهم في تدبير العديد من النقاط أهم وصرف مستحقة اللاعبين العالقة في دمة النادي وتجديد عقود ركائز الفريق الكعب أمام تحدي جديد في الشان الكاميرون خاض المنتخب الوطني المغرب المحلي لكرة القدم يومه الأربعاء الحصة التدريبية الأخيرة له بالمغرب قبل الصفر يوم الكاميرون للمشاركة في نهائية أمم إفريقيا لللاعب المحليين خلال الفترة الممتدة ما بين 16 يناير الحالي حتى 7 فبراير المقبل وسيسعى الدول المغرب أن يبلك بمهاجم فريق الوداد الرياضي من خلال قيادة الأسود إلى تكرار إنجاز نسخة الأخيرة من الشان حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق اللقب وتوج المهاجم الودادي بجائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية كما نال أيضا جائزة الهدف بتتجيله تسع أهداف وسيكون الكعب مطالبا بتقديم المستوى نفسه خلال هذه النسخة خاصة وأنه استعاد مسواها في المباريات الأخيرة حيث سجل هدفا في آخر مباراة له رفقة النادي الأحمر أمام الملعب المالي بالإضافة إلى هدف آخر في المواجهة الودية التي جمعت الأسود بمنتخب غينيا الاتحاد العربي يتفقد مركب الرباط قبل قمة الرجاء واتحاد جدة استغل بعض المسؤولين عن الاتحاد العربي لكرة القدم تواجدهم بالمغرب للصهر على المباراة التي جمعت بين الرجاء الرياضي والنادي الإسماعيل المصري من أجل القيام بالزيارة قصيرة لمركب الأمير ملعب الله الذي سيحتضي النهائكاس محمد السادس للأندي الأبطال لكرة القدم وقام أعضاء من الاتحاد العربي يوم قبل أمس الأربعاء بزيارة تفقدية لملعب مركب المجمع الرياضي الأمير ملعب الله بالرباط للوقوف على مؤهلاته قبل لقاء نهاء البطولة العربية الذي سيجمع بين الرجاء واتحاد جدة السعود ونجح فريق الرجاء الرياضي في حجز بطاقة التأهل لنهائي كأس محمد السادس للأندي الأبطال بعد فوزه على الإسماعيلي بتولتي يدون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب مراكش الكبير علما أن مباراة الدهاب في مصر كانت قد انتهت لصالح الإسماعيلي بهدف لسفر وسيلاقي الرجاء في النهاء المقرر بملعب ملعب الله بالرباط اتحاد جدة السعود المتأهل للمباراة ذاتها على حساب الشباب في نصف النهائي رسميا المغرب ينظم نهائيات كأس الكان منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شرف تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات العام المقبل للمغرب وذلك خلال اجتماعه الذي عقد صباح يوم الجمعة في الكاميرون تحضر لانطلاق منافسات بطولة إفريقيا لللاعب المحليين يومي السبت ونشر معاد حجي الكاتب العام السابق للاتحاد الإفريقي تغريدا عبر حسابه رسمي في تويتر يؤكد من خلالها أن المغرب حضية بتنظيم كان السيدات العام المقبل اشتركوا في القناة